شهد قطاع ريادة الأعمال في المملكة ازدهارا كبيرة يلاحظ من خلال تزايد الاستثمارات وانتشار الشركات الناشية والأفكار المبدعة من قبل رواد الأعمال ولكن الشروط والضمانات التي تفرضها سناديق التمويل والبنوك المحلية أصبحت عائقا في دعم مشاريعهم المبتكرة فضلا عما عكسته البيروقراطية في جهات التمويل الحكومية خصوصا في فجوة تقديم ودعم المشاريع الصغيرة والناشية الأمر الذي رأى فيه خبراء اقتصاديون أنه تحجيم لفرص رواد ورائدات الأعمال في سوق يكتنفه التستر التجاري وتسيطر العمالة الأجنبية على 85% من بما مجموعته قرابة 700 ألف منشآت تجارية تمثل 80% من المنشآت العاملة بالمملكة ورغم النمو الملحوظ في الاستثمارات ما تزال المبالغ التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة صغيرة وما زال رواد الأعمال يعانون من صعوبات كبيرة في لفت الانتباه وجمع التمويل اللازم لمشاريعهم وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مشكلة أكبر في جمع التمويل اللازم للتوسع مما يضطر تلك الشركات إلى الحد من نشاطاتها والتأخر عن المكانة التي تستطيع الوصول إليها ترجمة نانسي قنقر